أكد رئيس عبد الفتح السيسي أن المرأة الإفريقية شريكة أساسية في تحقيق التنميات المستدامة ومواجهة تدعيات تغير المناخ وضمان التحول المنشود في القارة الإفريقية وخلال كلمته في إطلاق يوم المرأة خلال مؤتمر المناخ قاب 27 التي ألقتها نيابة عنه وزيرة البيئة ياسمين فؤيد شدد رئيس السيسي على أنه لن يكون هناك أي تقدم ملموس في ملف تدعيات تغير المناخ دون تحقيق العدالة المناخية للجميع والتي تشكل الإدماج والانخراط الكاملين للمرأة في مختلف جوانب التعاون مع هذه الظاهرة وهو ما يجب أن ينعكس في تأمين احتياجاتها في إطار الاستراتيجيات والبرامج والخطط التمويلية المعنية بتغير المناخ اشتركوا في القناة